ماذا بعد وقف اطلاق النار في لبنان؟ سؤال أجاب عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تصريحا وتلميحا خلال أعلانه الموافقة على الهدنة حيث توعد بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وهو ما يعيد سيناريو الضربات على المنشآة النووية الإيرانية ولكن هذا التهديد يبدو أشد حدة كما أنه مختلف عن ما سبق من حيث تغير الأجواء إقليميا ودوليا وعلى رأسها قرب مجيء ترامب إلى البيت الأبيض وإنهاء مرحلة حزب الله في لبنان ووضع آليات دائمة لمنع إعادة بناء قدرات حزب الله مستقبلا فتتجه بوصلة نتنياهو إلى طريق الإمداد الإيراني عبر سوريا وهو ما جاء في تصريحاته أن الأسد يلعب بالنار والدور سينسحب أيضا على جهات التي تنفذ أجندة إيران وتعمل خارج إطار الدولة العراقية سواء من خلال إيصال السلاح الإيراني عبر الأراضي العراقية أو استخدامها لشن هجمات ضد العمق الإسرائيلي تحت ذريعة نصرة غزة ولبنان سيناريو الهدنة المؤقتة أو قرار وقف إطلاق النار يبقى فيها شاشة مزمنة كون الجانب الإسرائيلي هو المهيمن على كل ما يجري قرب حدوده وله اليد بالردع بحسب الاتفاق المبرم وهو ما يسهم أيضا بقسم الجبهات وعزلها جزئيا بشكل متتابع حتى تصبح نظريات وحدة الساحات بلا ساحات